اشتركوا في القناة بعد انتألها بفترات طويلة في وجهة غطرسة القرارات الأمريكية مدينة غزة وشمالها بشكل كامل تم كل المؤسسة الثقافية والمسارح تم استدافها بشكل كامل بالتاليها بتحدث معليك عن 42 مؤسسة ثقافية تم تدميرها في مدينة غزة وشمالها طبعاً مدينة غزة وشمالها يشكلان من مجمل السكان ستين بالمائة تقريباً من سكان قطاع غزة ومساحة 42% من وادة غزة والشمال بالتالي تم استداف جميع المؤسسات الثقافية في مدينة غزة وشمالها استشد حتى آخر نحن نصدر تقرير بعد يومين حول الشهر الثالث لخسارة القطاع الثقافي حضروا فيه فريق الوزارة في غزة وفريق الوزارة برامالله سشد أكثر من 47 فنان وكاتب وكاتب منهم كما ذكرنا الأسسري من نفار الشعر الكبير سشد بعض أطفال فرقة الدبكة أطفال سجلنا معليك بدعم الأردن ودعم الأشقاء الدبكة على قائمة التراث العالمي ولكن لم نتمكن من الاحتفال بهذا الانتصار الكبير لأنه كان في وقت الحرب أجل القرار بالتالي خسائر القطاع الثقافي من المبدعين شملت ملحنين وموسيقيين وفرق دبكة وشعراء وروائيين وكانت هذه الخسارة كبيرة بجانب بعض الفنانين التشكيليين أيضا خسائر القطاع الثقافي شملت أن معظم الفنانين الفلسطينيين خسروا مراسمهم ولوحاتهم بالمناسبة وأنا قبلتهم كلهم يعني كلهم كانوا معي في منطقة النزوح في رفعوا قبلت جملة كبيرة منهم درر درر فنية تم تدميرها لما تم تدمير قلر اللقاء في شارع عمر المختلف مدينة غزة